ايوه حضرتك محتاجة ايه اكتر من كده يعني ما شاء الله واخد طلقتين ولسه عايشة محتاجة ايه اكتر من كده سبحان الله اول مرة اشوف حد حبيب الطلق ازرع على دماغك يا فقر يا بوما هو ايه ده مين ده والرجال دول وقفين باللقفاز دي كلها لو ما يتخنوا بها ولا ايه دي قفاز برتقان صح ايه رايك بقى كل يوم تصبحين الاستباحة السودة دي يعني ايه اصلا كل يوم محتاجة تطلق الطلقة التالتة بما تطلقها التالتة يعني مش عارف اشتغل منك لله محميلي من اللي سعنيك الزفر ده اولاي ده انا مش عارف اطلع حفظ واستفاني منك لله ما انت رجالتك اللي هو قفين مش عايزين يطلعها ما يروحوا يطلعها هوائف ليه وانا فكرة ده بيدحك انا شايفه هو بيدحك والله بص بيدحك هو يا ولد يا خلبوس انت بتاعك ليه وروح طلع يلا الهوائدة ده مطلعش برتقان اصلا اخ جات عالجرح يا اسباكيه انت شوفت بقى انا عارفت يا عايزة تطلع الوقتي ليه طلقها طلقها يا وحش انت جايال في مكان اقتل عيشي وجاي برجالة معاكي طب عليها اتطلق لطلقك النهار الله هو ده هو ده اللي انا مستنيه بقى طلقها بقى عشان تمشي ولو اتكلمتك انا هتديك مية قلم على وحش لا يا جدع ما تمدش ايدك عليها مية قلم ايه يا جدع اديها متين قلم ولا تعرف تعمل اي حاجة ايه ده مين ده في ايه زا حضرتك عامل ايه نار الدنيا والله ما تورينا كده هتدرابا ازاي وهي معانا لا اله الا الله في ايه يا جماعة الخير والله يعني انا هزر خد ودي التاليه ما تاخد وتدي الحبيب طب خلني بلكوا بقى عشان انتوا جايين على غلط وهما من بعد حتفها تنزل في عباها ايه ايه فيه ثانية بس ايه الكلام الكتير والكمية الخواتم والسلاء ايه يا جدعان ايه ده هو اخوة المعلم اللي هوش عارف بالمجاية دي بس يا اخواتي بس يا اخواتي انت بتحلف تطلقني انت بستعر بعض جيل الارض عشان نخلص نخلص ايه بس يا ستة المساكدة مش انت اللي قلت ان هو انت عايزة تطلقي الطلقة الثالثة انت تبزعلي اللي بقى يعني انت تتطلق ولا اتشرد يا كوتي كوتي انت انت متشرد لوحدك يا ولا يا ولا يا صغيرة انت بقول لك ايه يا روح ارمك بس شوفها تعمله بسرعة انا عارف اعمل ايه ولا عدد يا كوتو عربش مين ده بس ولا عدد يا بقول لك يا خالي له الشاب امه تطلق واخر تطلق ليه تعالي حل ياخر هو الوقت ده ما قالو في ايه بيعمل كده ليه تخيل كده اخوك الصغير داخل وبقول لك يا اخويا انا اللي خدوا مني الكورة ومش عايزين يرجعوها تعال حل تخيل بقى انا رايح احل الاخوية الصغير وقابلت صاحب الصغير وبقول له حضرتك واخد الكورة منه ليه يعني تخيل بقى هيعمل فيه ايه بقى بعد ما اقول له حضرتك دي احتمال ساعتها يثبتنا انا يا اخوية ياخد كل ممتلكاتي ويروحنا انا واخوية برضو من غير الكورة بس عمتا يعني لاجلة تشويق ياريت تعمل لايك وتستنى الجزء التاني وبحبك في الاياض سلاة